أصدرت الولايات المتحدة حزمتين جديدتين من العقوبات على إيران هذه الإدارة وحدها حتى الآن فرضت 22 ل 23 حزمة من العقوبات على إيران لما لا يقل عن 90 شركة ومنظمة العقوبة الأخيرة التي أصدرناها تتعلق بصناعة النقل البحري الإيرانية فهم يستخدمون نقلاتهم النفطية لشحن النفط إلى سوريا لتمويل آلاتهم الحربية هناك وقد اكتشفنا أيضا نظاما معقدا جدا لاختلاق النظام المالي الأمريكي للحصول على أموال يستخدمونها في تمويل الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع